ينعقد هذا الاجتماع هنا بمدينة روسو ويبحث مع هيئات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء بالمدينة طرق تفعيل حملة التلقيح الرابعة التي أطلقتها السلطات الصحية ولولاية ترارزا الجهة المنظمة للاجتماع حث الحضور على ضرورة المشاركة في حملة التلقيح التي تعرف ضعفا في الإقبال عليها منوها ناء بأهمية اللقاح وكونه الوسيلة الوحيدة للوقاية من جائحة كوفيد 19 كيف نعرف كاملين أن الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا الوباء لا تلقيح لا تدقة ما فهم وسيلة أخرى العالم كامل واحد فيها لا تدقة هي الوسيلة التي ذبتت جدارتها وذبتت في العالم بأسرها أنها هي الحل الوحيد بإذن الله من الأسباب المتاحة لذلك اخترنا أن نجبركم أنتم إياكم تتعاونون وتتعاونوا رؤسكم لكن اللي ما فات تتحرك شور مراكز التلقيح تحركوه أنتم بهم لتهم وليتحركوا الناس تهم وليتعبوها وليتوضحوا لها أهمية هذه الحملة اللي هي ونختروا ذو الأيام الباقي من الحاملة تبدل فيها جهود كبيرة إذا كان نوصل إلى الهدف المنشود هذا يغلق عود أهم من كل شيء ما يغلق حد يسبق شيء العملية تلقيح به هي الوسيلة الوحيدة اللي نضمن بها صحتنا وصحت أهالينا وصحت عيالنا وصحت أطفالنا هي هي اللي لا يتضمننا بعلننا نعتنو على هذا الوباء بإذن الله إذن نختيركم باعتباركم تمثلوا هذا الأحياء ومسؤولين عن ذلك اللي متعلق بهم كان أنكم تعاونوا بفتح حريكهم وتوجيهم شور المراكز هذا طالبين منكم ونختيركم تبدلوا فيه جهود حقيقي مداخلات الحضور تطرقت لكل الصعوبات التي تواجه عملية التلقيح والسبل الكفلة بنجاح مهمة الحبلة الرابعة للقاحة وخلص الاجتماع الموسع إلى شملة من الاقتراحات يرونها عاملا مهما في مواكبة المواطنين لعملية التلقيح كزيادة الفرق المتناقلة في الأحياء وزيادة وقت الفرق الطبية ومراعاة خصوصيات الأحياء وتوسيع دائرة التحسيس بضرورة تلاقي اللقاح ضد فيروس كورونا وتم الاتفاق على اختيار لجنة سيعهد إليها بمتابعة أعمال الاجتماع وصياغة وثيقة أمل تفعيل حملة التلقيح بمدينة روسو قناة الموريتانية محمد بلال مدينة روسو